يقول بالنسبة للخير والشر يعني ما قدره الله القضاء يقول كيف الإنسان يعرف بأن هذا خير وهذا شر أو كيف يفسر هذا الشيء يا عبد الله بارك الله فيك أولا من أصول الإيمان الإيمان بالقدر هذا أصل من أصول الإيمان و لذلك لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره و شره و القدر هو ما قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات و الأرض بخمسين ألف عام قدر مقادر كل شيء من الموت و الحياة و الصحة و المرض و الغنى و الفقر و الحرب و السلم و كل شيء قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان قال و أن تؤمن بالقدر خير و شره و لذلك المسلم يجب علي أن يؤمن بالقدر خيره و شره حلوه و مره قليله و كثيره سره و على كل هذا من الله عز وجل هذا قدر الله و لذلك الله عز وجل استحق اسم العليم و العلام لأنه يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف يكون هذا أمر مهم المسألة الأخرى أخي الفاضل المؤمن يختلف عن غيره و لذلك المؤمن إذا تعرض طبعا القاعدة أن جميع الخلق مؤمنهم و غير مؤمنهم بالنسبة لما فيه مصلحة يرضون و لذلك الناس الآن يقول أنا راضي عن الله لماذا لأنه ما شاء الله غني و صحة و أمور طيبة لكن وين الابتلاء الابتلاء لما يبتل الإنسان بفقر بمرض بمصيبة بفتنة هنا الآن الاختبار هنا الآن الاختبار و ذلك الناس في حال الرخى و في حال الصحة و العافية كلهم راضين عن الله متى فعلا يظهر حقيقة الإيمان لما يجي الابتلاءات لما تأتي الابتلاءات هنا يتميز الناس تميز المؤمن الحقيقي صاحب الإيمان الصادق من المؤمن صاحب الإيمان المغشوش الكاذب لأن بعض الناس و العيادة بالله لما يبتل بشيء يجزع و ربما يعني و العيادة بالله قال الهجر و قال كلاما يسخط الذي على العرش استوى جل وعلا و تقدس و النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال بمثل هذا يقول عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير حط بن قوسين و ليس ذلك إلا للمؤمن حط بن قوسين و ليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له و لذلك المؤمن يتقلم ما بين نعمة الشكر و ما بين نعمة الصبر نعمة الشكر و نعمة الصبر فهما شاهدان قائمان في القلب يظهران في مثل هذه الحالات فتنة السراء و فتنة الضراء في فتنة السراء شكر و في فتنة الضراء صبر هكذا المؤمن هكذا المؤمن الأمر الآخر أي إنسان يتعرض لمشكلة يتعرض لفتنة لشيء لا بد أن يفسر هذا تفسير إيماني و أن الله تعالى أراد به خيرا لأن الله عز و جل حينما يقدر هذه الأشياء و قد يكون ظاهرها شر على الإنسان و كذا لكن في طياتها منحها في طياتها هبات في طياتها عطايا من الله عز و جل لذلك قال جل و علا و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون و الله يعلم و أنتم لا تعلمون فكثير من الناس أقبل على شيء يعتقد بأن الصلاح المحض و الخير المحض فيه فصرفه الله عنه فحزنا و تكدر و اهتم و ما علم المسكين أن في هذا خير لما صرفه الله عز و جل صرفه عن هذا الأمر و أصبح خير أنا أعرف أناس ما استطاع يكملون الدراسة الجامعية حصل لهم ابتلاءات حصل لهم ظروف كذا و وقعوا في الهم و الحزن لكن الله فتح لهم أبواب عجيبة فتح لهم أبواب عجيبة لذلك يا أخي الفاضل عبد الله يجب على المسلم أن يقف على مثل هذا التفسير الإيماني الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الأشياء ترجمة نانسي قنقر